السلام عليكم ورحمة الله وبركاته واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى الله وصحبه وسلم هتكلم معكم في موضوع الحلقة اليوم عن أحلام إذا رأيت هذه الرموز في الأحلام لا تحكيها إلى أي شخص حتى لو كان مفسر أحلام وهم خمس أحلام إذا رأيتهم لا تحكيهم لأي شخص وأول حلم هو رؤية إنك في الحمام وفي كذرات كتير في الحمام وإنت مش عارف تخرج منه فإذا رأيت هذه الرؤية لا تحكيها لأي شخص لأنها رؤية غير محمودة والتاني حلم هو إنك تشوف نفسك أسنانك بتتساقط وقع بعض الدروس فذلك الرؤية غير محمودة فإياك أن تقصها على أي شخص حتى لو كان مفسر أحلام الحلم الثالث هو إن الرجل يشوف نفسه إنه بيحلق لحيته أو المرأة تشوف نفسها إن هي خالع الحجاب فذلك الرؤية غير محمودة وعدم تفسرها وعدم قصها على أي شخص أفضل إياك أن تحكيها لأي شخص والحلم الرابع هو إنك تشوف جدار بيتك بينهدم فهذا الرؤية غير محمودة إياك أن تحكيها لأي شخص وخامس حلمه هو رؤية شخص متوفي يأتيك ويأخذك معاه إلى مكان مهجور أو إلى مكان ما فهذه الرؤية غير محمودة أيضا وعدم تفسرها أفضل وإياك أن تحكيها لأي شخص وياريت تطلع صدقة بنية رفع البلاء والله أعلى وأعلم يا رب هكون قدرت أفكوا لو محتاجين أي تفسير تقدروا تسيبوه في التعليقات ولو حقاكم الفيديو ياريت تدعموني بلايك واشتراك وتفعيل الجرس عشان يوصلك كل جديد وفي حفظ الله ورعايته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته